السلام عليكم الأخوة الكرام تنتمنى تكونوا كاملين بخير ولا خير في هذا الفيديو إن شاء الله بغيت نتكلم على واحد الموضوع اللي تار انتباه ديالي بزاف وكان وزاف الأسئلة بخصوص هاد الموضوع اللي كيخص تدبدوب في أسعار أتمينات الطيور بما فيهم طائر الكاناري وطائر الباجي وطائر الكالوبسات وحتى اللي زن سي بارابي وعلاش ثمان ديال الطيور الكاناري نزل وحتى البيريش نزل في حيث ان طيور الكالوبسات وليزان سي بارابيل الثمان ديالهم طلح كل شي هاد الشي غدي نتشوفوه في هذا الفيديو فيكفي انكم تتابعونا حتى الاخر الفيديو اللي غتخرجوا بواحد نتيجة واحد معلومات اللي هي من مصدر موتوق فقبل ما نبدأو اشتركوا معنا في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك ولما لا نشر الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد انشرنا على القناة على ايين سنبدأ بطيور كناري وطيور باجري وكذلك طيور زبرة للبيع ديالها اصبح مستحيل وانما شبه مستحيل حاليا خاصة في بعض الأصناف منها اذا هنا في هذه الحالة اشنا هو المشكل المشكل بكل بساطة كين العرض اكثر من طلب وكذلك غلاء دي المستلزمات الطيور واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف وهو الإشعار مبقاش لهذه الطيور بمعنى الناس كتقول ان هذا الفرخ كيدي 30 درام هذا الفرخ مبقى بغاية تحد هذا الفرخ كدا كدا والناس في المواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض التدوينات هناك يخلقوا مشكل لهذه الطيور والإقبال ديالهم حتى ولو كان الإنسان بغي يقبل لهذه الطيور ما كيبقاش بغي نظرا لهذه الحوج اللي كيسمع تجاه هذا الطيور فالتوجه ديال المربيين مؤخرا تم نحو واحد الطيور معينة وهي طيور الكالوبسات وكذلك طيور الكوكتيل وبعض الببغاوات ما نقولش ركينين بعض المؤثرين اللي جروا الناس لهذا الشيء ولكن هذا الشيء كان من قبل وهذا الطيور رغم ما كانوا من قبل كان السوق ديالهم ما كانش هنقول لكم علاش كانوا ضعاف البيع ديالهم في السوق ودابا علاش توجه ديالهم ولا صائب كانوا مؤثرين يجروا الناس لهذا الشيء وإنما مني كان نقول الزوان بـ 20 درهم والبشناء بـ 15 درهم الدراء والقمح أو بعض الأنواع هذه الحبوب مواصلين إلى 10 درهم يعني الثامن ديالهم يتراوح ما بين 7 درهم و 38 درهم وغلا مثلا الخرطة الراكيب يصل الـ 200 درهم يعني 12 درهم هذا هو اللي كان هذه الطيور تغدى على هذا الأكل وبالتالي الناس توجهوا لهذا الشيء اللي هو الثامن دياله اللي هو الزوان وتعفيته كذلك من الأقفاص للثامن دياله أصبح مرتفع هذا علاش ناس توجهات بالضبط لهذا الطيور ماشي توجهات الكنار اللي ضروري من القفص وكذلك بعض الطيور الأخرى اللي ضروري من القفص ستسويني علاش الباطجي طاح الباطجي النورمال سيفغي أنه سيطيح ومن قديم رأى وصل على الثامن ورأى هو ولي عليه الإقبال بزف يعني في الأسواق يعني كيتباع بزف كيخرج بزف طفارات الأخرى ديال الباطجي رأى كيشتريوها غين الناس اللي كتفهم في طيور الباطجي علاش الباطجي النورمال كيتباع بزف لأنهم الوليدات الصغر ماشي ديال الفراخوة نحن كي يبغي طائر كي يبغي طائر كي يبغي طائر صغير بتمن معقول ويبغي هذا الدري معرفته يقتلوه ويخليه يعني كي يبغي طائر على قد الحال يرأي تدري ويبغي هذا الولد يتعرف على الحياة ديال ويتعايش مع هذا الطائر هذا علاش نستوجهات لهذا الطيور مسألة أخرى ما رأيها معروفة وهي كنقوله نحن في الجفاف من كي يكون الجفاف ويكون بعض الظروف أو عوامر لكي تدخل في الاقتصاد نحن في الجفاف نحن في الجفاف نحن في الجفاف والعالف ويقوم بتغلق ويقوم بتغلق ويقوم بتغلق قبل ويقوم بتغلق ويقوم بتغلق بشكل جفاف ويقوم بتغلق ويقوم بتغلق ويقوم بتغلق ويقوم بتغلق بعض السلالات في طيور الكناري محافظة على الطيور ويقوم بتغلق تثبيت الثمن طيور الزينة على العموم إذا تراجعنا قليلا للتاريخ سنوات لور في سنة 2020 كانوا واكل عام في الأول ويقوم بتغلق ناري الريسيسيف يعني الناس اللي تسيطر على السوق والناس اللي مفسق تفردوا واحد دمل واحد طائر معين ويقوم بتغلق ناري الريسيسيف من بعد واحد الشهر طلعوا كناري الصاتيني يلاقلتوا 2020 سنة 2021 طلعوا كناري البلاطا وحتى الجلوستر طلعوا في بعض الألوان بما فيه اللون الأبيض وكذلك البلونغريل اللي طلعوا الأتمينة جد مرتفعة ولكن هاد السنة وشه الطيور حافظت على التامان طبعا حافظت على واحد تمالي ومقبول ولكن ما كانش تلك المبالغة في الطيور اللي تلقى ب1000 درهم وهو تلقى ب1000 درهم ويحلف عليك إذا الطيور اللي رفت 300 درهم احتر 400 درهم هنا يوجد الأمر مبالغ فيه شيئا ما هذا هو اللي كان بالنسبة للكناري البيريش الريمبو الهوغو مازال محافظة للتامان الزيبراب مهلا منذوي يعني ذو الألوان اللي غامقة را ما مقاش على الإقبال البتاتا ولكن الألوان البيضاء راكين على شوية الإقبال بالنسبة الكالوبسات الكالوبسات را بعض الألوان اللي الإقبال لها ما كانش قاع ولكن بالنسبة للالبينو راكين توجه دي المغرب لانتاج طيور الالبينو ومستقبلا واحد العام او لوحة ستتشعر ستنقاش لقال اقبال على طيور الالبينو ستقوم بحالها بحال كنار البيض اللي كان مستقبلا جميع الناس تطمح لانتاج كنار البيض كما نقولوا باللون حليب اما بالنسبة لزان سيبرابل را كان بكريكن والالواء الخضراء وكان والزرقاء وكان بعض الطفارات اللي كانت توجه الان لانتاج انتاح حتى هي تمان ديالها سيطح وكان الالبينو وكان الالبينو را كانت تطيور مزعجة وليس خيبة وانا مزعجة من ناحية الصوت اما بخصوص الاخرى يعني طيور الحسون او طيور الكناري او طيور زبرة الصوت قليلا جميع وكذلك الطائر تقدر تعطيه الوالد صغير بدون اي ضرر يجب ان يقوم بحال البيض او بعض المشاكل وانا تدورت عندك العام وانا تتبقى وانا تتبقى نتيجة الافراط من بعض المواد قصد عدم الانتاج به يكفي طربية لكن هذه الطيور من الدخلات المغرب وانا تنتج في المغرب ستتم المزج بينهما وتتم الاختلاط بينهما وانا تتم تسويقها بشكل عشوائي وانا تنتجها بشكل عشوائي ولهذا اي واحد يريد انتج طفرة المرجو دراسة هذه الطفرة يريد انتجها كيف تنتجها وماذا تنتجها وماذا يتبقى وماذا تنتج المواصفات وماذا تنتج وماذا تتبقى والطيور وماذا تكون لديك وماذا تضرب وماذا تتبقى اذا ما نطورش عليكم وما نكترش الهضرة وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم والله وفقنا وفقكم جميعا في انتظار فيديو اخر